بسم الله الرحمن الرحيم إخواني مهندسي الشبكات بالعالم العربي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحب فيكم أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو الثاني والثلاثين من سلسلة فيديوهات النتورك بلس في هذا الفيديو رح نتكلم عن أسئلة الفصل الرابع عشر والمتمثلة في تهديدات الشبكات والتخفيف منها نبدأ بالجزء الخاص بالريتن لاب ونبدأ بالسؤال الأول السؤال الأول يقول بينج الموت والساين فلوت هما يمثلان لأي نوع من أنواع الهجمات الجواب هما تابعين لهجوم حجب الخدمة وهو الدوز الذي اختصر لدانيال أوف سيرفس السؤال الثاني بيقول كم مرة يجب عليك تحديث تعريفات الفيروسات في برنامج مكافحة الفيروسات الجواب مرة كل أسبوع ويفضل جعل التحديثات سواء لمكافحة الفيروسات وأنظمة التشغيل والبرامج أن تتم في عطلة نهاية الأسبوع حيث بذلك لا يكون هناك موظفين يستخدمون الشبكة والإنترنت وبالتالي لا يشعرون بالبطء أثناء تنزيل التحديثات السؤال الثالث بيقول ما هو اختصار الدوز الجواب هي اختصار لدانيال أوف سيرفس هجوم حجب الخدمة المتوزع السؤال رقم أربع ما هو اختصار التيفي ان الجواب هي اختصار لتريب فلود نتورك وهي فكرتها مطابقة للتي دي او اس السؤال الخامس بيقول ما الذي يقوم بعمله فيروس المايكرو في الشبكات الجواب يقوم فيروس المايكرو بمهاجمة ملفات الأوفيس والقيام بإطلافها السؤال السادس بيقول ما هي فكرة عمل حصان طرواطة الجواب هو وضع برامج ضارة في داخل برامج الكمبيوتر أو الملفات أو الصور إذن هي فكرة وضع برنامج ضار في داخل برنامج مفيد السؤال السابع بيقول ما هي الثلاثة أنواع من مهاجمي ومخترقي الشبكة الجواب هي الهاكر أو المخترق الأبيض أو الهاكر الوايت هاكر رقم اثنين الهاكر الأسود أو المخترق الأسود ويطلق عليه البلاك هاكر وعندنا المخترق الرمادي أو الگري هاكر تعتبر هذه الثلاثة أنواع أساسية من مهاجمي ومخترقي الشبكة السؤال الثامن بيقول ماذا تعني البوابات الخلفية؟ الجواب هي إنشاء ثغرة في الجهاز أو الشبكة لتكن للمخترق كبوابة يستخدمها في عملية الإختراق مما توفر له الكثير من الوقت الذي استهلكه في عملية الإختراق لأول مرة السؤال التاسع بيقول ما الذي تقوم به هجمة كلمة السر؟ الجواب هو محاولة معرفة كلمة السر عن طريق محاولة إدخالها أكثر من مرة حتى يتم النجاح في اكتشاف كلمة السر أو عن طريق التقاط حزم البيانات التي تمر في داخل الشبكة وتحليلها ومعرفة كلمة السر منها السؤال العاشر ما الذي يعنيه مصطلح هجوم الصفر اللي هو الزيرو دي أتاك؟ الجواب هو يعني هجوم جديد على الأجهزة أو الشبكة يلحق الضرر فيها ولم يتم اكتشاف كيفية سط وإيقاف هذا الهجوم الآن ننتقل للجزء الثاني من الأسئلة اللي هو الريفيو كوششنز ونبدأ بالسؤال الأول واللي بيقول ما هو من التالي يصنف كهجمة من هجمات حجب الخدمة؟ الجواب في الخيار A اللي هو البينك أوف ديث أو اللي هو بينك الموت السؤال رقم 2 أي من التالي ليس من أنواع التهديدات التي تؤثر على شبكتك؟ الجواب رح يكون الخيار C اللي هو Access Control List هذا مش نوع من أنواع الهجمات وإنما هذا يستخدم لغرض تحديد ما هو المسموح لجهاز معين أن يتصل مثلاً أو ما هي الأشياء التي يسمح لجهاز معين أن يتصل بها أو غير المسموح لهذا الجهاز أن يتصل بها إذن الـ Access List Control List هي تستخدم في عملية التحكم في عملية الاتصال وليست نوع من أنواع الهجمات التي ممكن أن تضر الشبكة الخاصة بنا السؤال الثالث يقول ما هو من أنواع الفيروسات التي يؤثر في الملفات صاحبة الامتداد اللي هو .com.exe وعنده .dll الجواب طبعاً هذه كلها انتداد لملفات الأوفيس والجواب رح يكون ملفات الأوفيس وغيرها من الملفات فرح يكون الجواب هو File viruses هي ممكن تضر هذه الملفات صاحبة هذا الامتداد السؤال الرابع بيقول ما هو نوع الفيروسات التي تؤثر في نظام التشغيل والملفات الموجودة في داخل نظام التشغيل لاحظوا معايا تضر نظام التشغيل والملفات الخاصة بالمستخدمين الموجودة في داخل جهاز الكمبيوتر الجواب رح يكون الخيار A واللي هي Multi Partied هذا النوع من الفيروسات بيقوم بآداء الوظيفتين اللي هي الحق الضرر بالنظام التشغيل والحق الضرر بالملفات الموجودة في داخل جهاز الكمبيوتر السؤال الخامس بيقول ما هو الفرق الرئيسي فيما بين الدودة والفيروس؟ الجواب هو في الخيار C يمكن للددان أن تتكاثر دون تدخل من المستخدم بينما عندنا الفيروسات هي تحتاج إلى تدخل من المستخدم لكي تعمل السؤال السادس بيقول ما هو نوع الهجوم الذي يستخدمه المخترق والذي يستهدف فيه الشبكة في محاولات الدخول على مصاطر الشبكة المشتركة؟ الجواب سيكون الخيار B وهو البروت فورس أتاك وهو عبارة عن برنامج يقوم بعمل تجارب كثيرة ومستمرة في محاولة لاكتشاف كلمة السر السؤال السابع بيقول ما هو نوع التهديد الأمني الذي يسمح للمهاجم بمعرفة كلمة السر من خلال استخدام الرسائل الإلكترونية أو المكالمات الهاتفية؟ الجواب سيكون الخيار إيه؟ اللي هو الفيشنج واللي هو يعتبر الهندسة الاجتماعية السؤال الثامن بيقول ما هو نوع السياسة التي يجب استخدامها لتطبيق حماية المستندات المهمة والمواد الخاصة بالشركة عندما يغادل المظفون الأجهزة التي يعملون عليها؟ الجواب سيكون هو الكلين ديسك أو تنظيف المكتب والمقصود هنا بنطافة المكتب هو عدم جعل المستندات والأوراق المهمة عليه ومغادرة المكتب لأن ذلك سوف يعطي فرصة لغير المصرح لهم بمعرفة معلومات سرية وخاصة بالشركة لذلك يجب على الموظفين قبل مغادرة مكاتبهم التأكد من وضع الملفات والمستندات والأوراق الخاصة بالشركة في الأدراج وإغلاق هذه الأدراج السؤال التاسع بيقول إذا قمت بتطبيق مجموعة من السياسات والإجراءات التي تحدد فيها أهمية المحافظة على سرية معلومات الشركة وبالتالي عندما نريد أن ندرب الموظفين فما هو نوع الهجمات التي نحذرهم منها الجواب راح يكون الخيار D اللي هو الهندسة الاجتماعية السؤال العاشر بيقول ما هو أول ما نقوم به عند مغادرة موظف للشركة الجواب راح يكون الخيار C وهو إغلاق حسابه الموجود في داخل الشبكة حتى لا يتم استغلاله في عملية اختراق الشبكة وذلك لأنه أصبح غير موظف في داخل الشبكة وبالتالي أصبح غير مصرح له بدخول الشبكة الخاصة بالشركة واستخدام مواردها السؤال الحادي عشر بيقول ما هو نوع الفيروسات الذي يقوم بالتأثير على نظام التشغيل الجواب راح يكون الخيار B اللي هو البوت سيكتور فيروس السؤال الثاني عشر بيقول ما هي العملية التي تسمح لك لتحديث نظام التشغيل الخاص بك والذي يعمل بنظام التشغيل ويندوز الجواب راح يكون الخيار B وهو ويندوز أبديت السؤال الثالث عشر بيقول لماذا من المهم الإبقاء على النظام محدثا الجواب راح يكون في الخيار C وهو لإصلاح نقاط ضعف النظام السؤال الرابع عشر بيقول ما هو نوع الملفات الذي يحتاج إلى تحديث لبرنامج مكافحة الفيروسات لكي يحتوي على آخر المعلومات على الهجمات والفيروسات الجواب اللي هو ملف الخير A اللي هو ملفة Definition File واللي هو ملفة تعريف وهو ملف موجود في داخل برنامج مكافحة الفيروسات بحيث أن هذا الملف يقوم بتعريف البرنامج على فيروسات الحاسوب السؤال الخامس عشر بيقول ما هو نوع الفحص الذي من الممكن عمله باستخدام برنامج مكافحة الفيروسات الجواب راح يكون الخيار D وهو كل الخيارات أعلى حيث أنه من خلال مكافحة الفيروسات ممكن نقوم بعمل فحص الطوارئ ممكن أيضا نقوم بعمل فحص عند الطلب وممكن نقوم بعمل فحص عند الوصول السؤال السادس عشر بيقول ما هو من التالي يصنف كنوع من أنواع الفيروسات الجواب عندنا الخيار A اللي هو المايكرو طبعا الوورم لا تصنف كفيروسات الفيشنج الهندس الاستماعية لا تصنف كفيروسات الحجب الخدمة اللي هو الدوز الدنيا لا يصنف كفيروسات السؤال السابع عشر بيقول ما هي فائدة إنشاء المنطقة المعزولة اللي هي الدي ام زد الجواب رح يكون متمثل في الخيار C وهو لعزل ووضع السيرفرات التي تقدم خدمة لمستخدمي الانترنت السؤال الثامن عشر بيقول ما المقصود بالمان انذا ميدل اتاكس او هجوم شخص في المنتصف الجواب هو في الخيار D وهو يعني وهو يقول هو شخص او جهاز في المنتصف فيما بين المرسل والمستقبل السؤال التاسع عشر يقول ما المقصود بالروج اكسس بوينت او طبعا هنا الروج تاني محتال واذا نقطة الوصول الاحتيالية ما المقصود بها الجواب رح يكون في الخيار B وهو طبعا هذا الخيار يقول هي النقطة الوصول الغير مصرح لها ويتم استخدامها لاختراق الشبكة السؤال عشرين بيقول ماذا يطلق ايضا على الساين فلوت الجواب رح يكون في الخيار A بيطلق عليها هاف تي سي بي شاشن او نصف جلسة تي سي بي لان زي ما ذكرنا تي سي بي بي يقوم بثلاث خطوات في عملية المصافحة قبل ارسال البيانات المختلقين للشبكة بيقوموا فقط بنصفها وهي اخبار الجهاز الاخر بانه يريد ارسال البيانات الجهاز الاخر يرسل تأكيد على استلام الطلب ويتوقف على ذلك ويقوم بتكراره ويجعل الجلسة معلقة حتى يتوقف الجهاز عن خدمة الاخرين وتدريجيا يعني يتوقف عن العمل نهائيا الى هنا نكون وصلنا الى نهاية هذا الفيديو وعلى امل ان القاكم في الفيديو القادم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة